اول حاجه كده night of cups تدا night of cups رومانسيه في الهوى الحوت رومانسي وهادي وحابب احساسه رومانسيه ده ويعني مستمتع دي حبه سوري ناسم حبه فيه حساسيه كده ورقيق كده ويعني حاجه جنتي جنتي خالص ace of cups كمان بصوا في الميت الكوبات دي بقى صحوة مشاعر بقى صحوة مشاعر بتصحى كده ممكن تكون علاقة جديدة او طفل جديد دي علاقة جديدة الحوت اللي لسه اللي مش مرتبط الشهر ده بصوا انا انا متأكدة بازن الله فيه حاجه خلص فيه علاقة جديدة الحوت اللي فيه علاقة يعني الحمدلله يعني كمان جات وعصافير بتطير وحاجه ما شاء الله ما فيش احلى من كده four of ones ده احتفال شكل العلاقة دي يا جماع الجديدة دي اهه اخرها احتفال وخطوبة بإذن الله الحوت اللي مرتبطين فهما يعني ممكن يكونوا برضه هيحتفلوا بحاجه او فيه اجازه فرعين اجازه تعالي تعالي استني استني تعالي تعالي باي باي فيه الشمس بس لسا بتقول لنا ان الحوت الشهر ده عندي ماجاح عندي سعادة داخلية مش هاب سبب بها ايه يعني هو ما يكونش فيه حاجه اتغيرت هو ممكن يكونش فيه ايه حاجه اتغيرت وهو فعلا مش هابتغيرت يعني لكن هو عنده احساس بالسعادة عنده احساس بالامان وان الدنيا قدامه واضحة ما فيش عنده حاجه مستخدية يعني كل الامور قدامه واضحة ومبهجة كده ومستمتع بوقته ومستمتع بحياته يعني حاجه بجد ما شاء الله والحوت بقى يا سلام علي لما يستمتع اه انا بنضم الكارت ده دلوقتي الحوت متوجد نحو الدين حابب يقرب من ربنا حابب يعمل شوية عبادات اه يعني عايز عايز يعمل حاجه لربنا بيطلع حاجه لله عايز يعمل حاجه لربنا اه وممكن يكون من زواج الحوت معاه مبلغ من المال ومحتار يعمل فيه ايه ان المبلغ ده اوليه وهو مش عارف يعمل بيه ايه لانه لسه ما وصلش لله هو محتاجه فمحتار اه لو دي الكيس استنى شوية يا حوت وجمع معلومات وشوف اولوياتك ايه او هو عايز يجيب حاجه ومعهوش فلوسها بيفكر حيدبرها منين اه طيب اه 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 فيه بقى حاجه لما بيتكلم بقى بتدي يكلم في شغلي الحوت اه من ناحية مشاعر جانبان ما بيهزرش في الشغل بيتكلم بجد اه بياخد قرارات اه مهمة وقرارات اه صارمة يعني الحوت اه مسيطر في عمله يعني هو دلوقتي في مرحلة الشغل المبنيج بقى بنتكلم في الشغل لا هو ما بيهزرش بقى في الشغل دلوقتي وبياخد قرارات مهمة وزا انتم شايفين كده القعدة بتاعته والبادي لانجوج بتاعته عامل ازاي؟ لا مسيطر تمام فرص جديدة يحوت بديلك وانت بتحسن استغلالها كرت اسفر من عور كرت السحر انت قادر يحوت انك تحول اي شيء اه مش حل لشيء جميل اي شيء ملوش فايدة لحاجة لها فايدة انت عندك التالنتين اه وحتتميز في الموضوع ده جدا الشهر ده وحتبتدي تبدع الساحر معاك عصة سحرية معاك كل حاجة معاك الكوباية ومعاك العصة ومعاك السيف معاك كل حاجة خبر حلو بسم الله خبر حلو هيرفع من حالتك المعنوية جدا واعد مستميه بقالك شوية واللي هو ايه بسس للسمة كده ويعني فيش بعد كده بسم الله عايز تقوم بخطوة انتو كترتوا ليه كده النهاردة اه عايز تعمل خطوة بس اه الدعمال تفكر التوابة بتاعتها يا طرح هيحصل ايه الكرت ده برضو بيقولك جمع معلومات جمع معلومات يعني ما تتصرعش وجمع معلومات بلاش احساس الفرحة اللي عندك والثقة بالنفس اللي عندك دي تخليك تاخد خطوات متسرعة ممكن تيجي معاك بالعكس اه استنى شوي مسائل فل يا مونيرة اهلا بيكي اهلا بيكي حلخص القراية الحوت فيه عنده احساس بالرومانسية ما شاء الله ويعني لا احساسه مرهب هو الطبيعي بتاعه احساسه مرهب بس ممكن احساسه مرهب بالزيادة شوية الوقت ده اه علاقة جديدة ما شاء الله اه او ممكن يكون مولود جديد للحوت المهم انه بزمالله ما شاء الله فيه الحوت قلبه فرحان من جواه فعلا فرحان اه وفيه احتفال كمان اه ده خطوبة للناس اللي لسه على وشك الخطوبة العلاقة دي شكلها تقلب خطوبة الناس اللي مرتبطين هيحتفنوا بحاجه او طلعين اجازه فيه شمس الصحة ما شاء الله حلوة جدا يحوت الوقت ده اه وفيه نجاح وفيه سعادة وفيه امام بسم الله ما شاء الله اه فيه هنا توجه نحو الدين تقريبا الحوت بيشكر ربنا على الحاجات الحلوة اللي عملت دي له دي وعايز يعمل حاجة ويشكر ربنا فابتدى يعمل عبادات انا الاحساس ده جايله ويقاله فترة فعلا ويعني عايز اعمل اي حاجة عايز اقول ربنا شكرا بجد بس احنا بنقول شكرا طبعا بالحمد لله وبعبادات فعن محتاج بيعايز يقرب من ربنا فيه هنا مبلغ ميل انت محتار يا اما تدبره منين يا اما تعمل بي ايه استنى يحوت وشوف اولوياتك فالشغل ما شاء الله مسيطر بتاخد قرارات مهمة عقلك ذهنك صاحي يقز مفيش بعد كده يعني فيش حد يعدل يعدل عليك اللي ويتم بذب والله يا بيب با يعني مش عارفة ممكن المجموع دي مش ماشية معي تستني شوي استحر فرص كتيرة بتديلك يحوت وانت قادر تستغلها كلها وتقلب اي حاجة ضدك تقلبها لصالحك خبر حلو كان مستنيه لحوت وان شاء الله جايله الفترة دي حيزيد وسعادة وثقر بالنفس ويعني الدنيا مش سيعاية بسم الله ما شاء الله خطوة هو على وشك ان هو يعملها بس عمال بيفكر ايه التوابع بتاعتها هتاثر عليه بايه يحوت جمع معلومات واستنى شويه يعني بلاش تسال قلبك الفترة دي لان قلبك ما شاء الله والحمدلله يا رب دايما سعيد فحيصورلك دايما ان الدنيا حلوة قوي اه اعمل اعمل عشان انت حالتك دلوقتي كويسة استنى لو انت على وشك تاخد قرار مهم يعني تقنى شوي تقنى شوي انا مشوتش قراءة بالحلوة دي باذن الله نطيفة ممكن التور حنين ان شاء الله التور حنقول قريب جدا استنى انت الوحشاني جدا وحوط زيك وقراءة ما شاء الله تحفى بجد يا حيبة قلبي شايفين الحيتان وحلواتهم يعني بجد قراءة ربنا يعني ربنا يبعث لكو كل حاجة شفتها باذن الله يا رب اشكرك يا ام خالف جدا جدا انا احطيها واتمنى اصرح ان شاء الله لا باذن الله يا زهرة باذن الله يا زهرة يا ربي خليك يا مره صحيح تمام يا رمضان قريب جدا الله الله بسم الله بسم الله ما شاء الله فيه مزموعة اثمان نقرأة مجانية حاضر يا جهد باذن الله الادمنت حيشوفه دلوقتي اكتر حد عمل شير وان شاء الله حنقراره والله اكتر بقى شكرك جدا يا خالد شكرا 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 بتاع نشوف الحالة العطفية مع اني يعني اعتقد انه الاغلبية من الحوت حالتهم كويسة بس تعال نشوف برضو الحالة العطفية عشان يبقى غطينا الحوت مزموط اكيد مش كل الناس بحالة الفضيعة دي ايوه اهو 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 لا اله الا الله لا اله الا الله اهو لا حول والقوت الى بلان علي العظيم اهو طيب بصوا يا حوت اهو واضح ان القراءة دي كانت العامة دي كانت للناس اللي في علاقة جديدة خلانا اتكلم مع الناس بقى اللي في علاقة اريدي ماشي اللي عفو اللي عفو حزبتي مش باين دي اسمي الحوت عايز ايه الحوت اه اما خايف من شركه او هو اه خايف من حاجة تخص شريكه اه نفسه يتحرر يعني هو نفسه يتحرر لا هو فعلا نفسه يتحرر هو حاسس ان هو مربوط بسلاسل مش عارف يبدي عن الشريك مهما كان بقى الشريك كويس او وحش فهو مش عارف يبدي عنه اه وصل ان هو حاسس ان هو ادمن شريكه ده ومش قادر يبدي عنه اه بس يا حوت انت مش مربوط بسلاسل ولا حاجة لو انت شايف ان العلاقة اه مش تمام بالنسبالك فانت ممكن تبعد على فكرة عاجي السلاسل المفكوكة اه اه او ممكن يكون الحوت عنده حسد الكتف الشيطان اه اما هي مخاوف والحوت محتاج حاسس ان هو عايز يتحرك وياخد خطوه بس حاسس ان هم متكتفت ومتربط اه او زي ما قلنا انه ممكن يكون في حسد شايف شريكه ازاي معرفش بيتكبر عليه ممكن يكون بيتكبر عليه شايف نفسه عليه اه لما بيعمل الحاجة بيعمل هالو خد ما تقركنيش خد خلصني من ذنة كأنك تشهت مني اه الطاقة الطاقة فيها جمود حالة جمود مفيش حركة لا انت ولا الشريكة بتتحركوا اه الشريك عايز ايه اه الشريك اما ان هو لو فرضنا ان الشريك رجل فهو عايز الانسة بمعنى الانسة اه ممكن يكون عايز حامل تاني ان يجي بابي تاني اه ممكن يكون عايز حب غير مشروط يعني بس انا اعتقد يا حوت ان انت بتلبي الحاجات دي كلها اه يمكن الشريك حاسس ان هو مش مكتفي ان اللي انت بتعمله ده بالنسبة له مش كافي اه ايه الموضوع يعني هو عايز قوة غير طبعية عايز يكون ليه عليك سيطرة وسلطة مطلقة يعني مفيهاش جدال شايفك ازاي شايفك اه مركز في حاجة اوي اوي مهتمة بحاجة جميل جدا ومهمل لحاجة تانية مش مديها نفس الاهتمام يمكن ده يكون الشريك يعني انت يمكن تكون مركز بحاجة تانية حوت وهابل شريكك راجع نفسك يعني انا بفكر معك بصوت عالي يمكن يكون ده اه هامله ومركز بحاجة تانية اللي بيحصل دلوقتي فيه طاقة ظلم فيه حد وقع عليه ظلم الحوت اه افتكر ان الحوت اللي وقع عليه الظلم حس انه هو الظلم اه وانه شريكه بيفتري عليه او اه يعني بيتلكك له فيه حاجة مش مظبوطة يعني بعدين شايف حالة اعتمادة على النفس اه بمعنى انه طبعا مش هياخد مش عايز تديني مشاعر مش عايز منك مشاعر خلاص اه شكرا اه او ممكن تكون اعتمادة على النفس حتى من الحالة المادية بعدين الموضوع هيبقى متقلد يعني طالع ان يازل شوية يبقى كويس وشوية يبقى وحش طبعا دي مجموعة من الحوت مش مش بطلة خالص اه شكرا يا نانوسا مرسيحة ببطي قوي على المصيحة الحلوية اه بس انا شايفة برضو ان فيه مجموعة الحالة العاطفية عمدها كويسة جدا بس اعتقد انا ملت اكتر ان دول يكونوا علاقتهم جديدة خلينا لخص القرية بسرعة الحوت محتاج يتحرك عايز يبعد او عايز عايز يعمل اي خطوه هو خايف شايف ياخد اي خطوه حاس ان هو متكتف بسلاسل اه شايف شريكو ازاي بيجب عليه يعني مش بيقول مش بيديلو الحاجه بنفس ومش يعني يعني خد وخلاص وخلصني الطابقه ما بينكم فيها جمود حالة جمود مفيش حركة خالص كل واحد سبكنا كانوا ده صح ينتقدني على طول ينتقدني على طول لا لا بقولك ايه ينتقدت على طول ده انا عادي ده رجل مصري اصيل لازم ينتقدك وان هيعمل ايه هيساني ودف ايه اه الشريك عايز ايه الشريك عايز شكل الانسة اللي هو زيدي يقول الكتاب او حب غير مشروط او مولود ديديد زي ما قلنا نفسه يوصل لمرحلة من السيطرة عليك اه او التحكم فيك مالة نهية يعني سيطرة غير طبيعية شايفك ازاي شايفك مركز مع حاجة على حساب حاجة تانية الحوت حاسس بظلم ووقع عليه ابتدى يعتمد على نفسه اه ماديا او او عاطفيا اه بعدين في حالة عدم استقرار في العلاقة شوية شوية كويسة وشوية برشة دي الحالة العاطفية بتاعت المجموعة الاولى صح جدا كلمة اكسح وان وجوزي فيه بموت فعلا نحوط وحوط كده برضو كده برضو يهبى نفس الموضوع يعني اكيد فيه واحد فيك هو واقع في المنطقة دي اه يا انجل بشكرك يا روح قلبي انه وراني انت باهلك جزائر وكت انت يا راجلة يا شايمة رباني يخليك دعنيك اللي حليين يا روحي بس مش اكتر من كده اه يا فاتل مرسيح اه يا صحيح بشكرك جدا اه ام بص انا مش عارف اقولك اسمه اين يعني انا اعملت نفسي في البيت اسمها ثلاثة واسمه تجبا اشقره ماضي بس زي ما قلتلكم سوري يا ولاية هنتكلم في حاجة بخصوص الصبغات اللون بيتأثر باللون الاساسي بتحت يعني لازم يبقى اللون بتحت فاتح علشان تصيل الدرجة اللي انت بتجيليها بالزبط جهاد انا بعمون فيه كيه من فوق الجمود ازاي حلو السؤال ده يا ماي تكلمك روه احدك حبيبتي يا مهة واشكرك نفوق الجمود ازاي نفوق الجمود ازاي نفرفش نفرفش شوية يعني مش عارف اقولها لكم ازاي يعني نفرفش شوية يعني حاول التنجل الضحك يا جماعة الضحك لما بيقفل بيت الصراحة بيغير المود يعني انا مقتنعة بحاجة ان حتى الامهات ما تسعيش ان انت تكوني بيرفكت اولادك مضاف وولادك صحيين وولادك برياضيين وولادك شطار في المدرسة وولادك وولادك وقال عمالك وكل ده بضغطي على نفسك وضغطي على نفسك عشان عايزهم يبقوا بيرفكت بيتك زي الفل كل حاجات دي زي فل كل حاجة مش انت عاملة مبهود رهيب لكن مش سعيد فيعني بيقولك انا مثلا عندي انا كنت ماشي بالسيستم درس الحمدلله ازبطت من نفسي المهم يكون البيت سعيد مش لازم يكون نظيف مش لازم الاكل يكون مامية مش لازم الولاد تبقى مقطع الكتب المهم يكونوا ساعدة فاتحكوا اتحكوا مع بعض وخد الدنيا ببساطة وانشروا البحجة كده في البيت هتبقى الدنيا والله احلى كتير ما تريقيش نفسك اقصد انك توصلي مرحلة الكمال في الزوجية او في الامومة اسعدي اسعدي اسرتك بس دي هتكون احلى احلى بكتير وفي ديها ذكريات كمال ما بيكبروا ذكرياتها احلى بكتير تعال نشوف بقى المجموعة التانية اهلا بيك يا محمد نورنا اهلا بفرح جدا يا حياتي يا حياتي انا انا بجد في حد بيفرح انو شابهي يعني ده حلم يا ماما انت تحكي عن حلم اه ثمانية ملوس ما شايت بس كي زوم بيقى علي احلى الاثنين من بره هو جادي اه طيب من بره تكتفوا بقى حاجة من بره هو اللي بيزعلك ولا حاجة ربنا هنينكوا ببعض حبيبي تكتفوا ووقفوا جنب بعض ان شاء الله تعجوا الموضوع ده دي كله انا نفسح خطوصا انا استحنا بحسنة كل حاجة وانسان باشكولك يوم ميد وقوي قوي ده هناخد بعض المجموعة التانية انا منطبق علي الاولى على فكرة انا الاولى منطبق علي جدا اه المجموعة التانية بتتدي من واحد لحد عشرة مارس هم بسم الله لا 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 Stück لا 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 لم أصدقش مصدقش. لا والله. لا 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 لا. اوكي. لأ الحوت يا جماعة بصوا عمليا وفي الحياة يعني لأ بسم الله بسم الله ما شاء الله دا قواتي الا جدا. زي المجموعة الاولى برضو فرص الحوت بيحول الرمل الذهب يعني حاجة ما حسبتش. عنده كمان طاقة من الثقة بالنفس. انا مش حاجة ما عرفش اعملها. بصوا كلمة دي ما فيش حاجة ما عرفش اعملها. ايد في الارض و ايد في السماء. معايا كل حاجة. معايا كوبات يعني معايا العقل معايا العطفة. معايا كل الامكانيات اللي انا محتاجة. وهعرف استخدمها ووظفها كويس. وهعرف استغل لكل الفرص اللي بتجيلي لصالحي. ما شاء الله. خبر حلو برضو. خبر حلو للحوت. كان برضو مستنيه. حاجة حلوة كان مستنيها. في هنا عمل جديد للحوت الناس اللي مبتشتغلش. في عمل جديد الناس اللي بتشتغل ممكن يكون عندها زي تدريب. او هيغيروا يروحوا من ديبارتمنت ديبارتمنت تانية. اه وشكلها كده فيها ترقية. اه او الله شكلها فيها ترقية. في هنا علوه شأن للحوت بيعلى درجة. الناس بتهنين اه في حالة فخر وسعادة ويعني بسم الله ما شاء الله حفظ بناس جديد.